السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم أعتقد أن أغلبكم متابع يومين اللي فاتوا تلك الأنباء الغريبة عن انضمام عدد كبير من اللعيبة لمنتخب سوريا الأول لعبين كنا بنحلم أن احنا نتواصل معهم بس عشان يمثلوا المنتخب السوري وفجأة لقيهم بيقولوا إحنا يعني عندنا حالة من الشرف ومن الفخر لتمثيل المنتخب السوري الأول بدأنا معكم كلام بأي هام أوسو المدافع الرائع والكبير ولاعب نادي سلافيا براج أتشيكي وصاحب الـ 22 عام وصاحب القيمة السوقية 2 مليون يورو أمس مبارح تم الإعلان أيضاً عن انضمام بابلو صباغ للمنتخب السوري الأول في بطولة كأس أسيا المقبلة بقطر بابلو صباغ مدافع رقم 9 من العيار الثقيل بيلعب في الدولة الكولومبي الممتاز وأيضاً بيلعب في الدولة الأرجنتيني الممتاز مع نادي سلاي كداد الأرجنتيني ويمكن ده برضو السبب اللي خلى هكتور كوبر ما يفكرش كتير في بابلو صباغ بابلو صباغ صاحب القيمة السوقية 1 مليون يورو وصاحب العمر أيضاً الصغير 26 سنة أيضاً هناك أنباء عن انضمام خليل إلياس هناك أنباء عن انضمام سانتيجو هزي في الأيام المقبلة وهناك أنباء عن محاولات مع محمود داود وإنت كمان عندك في المنتخب قريدي موجود عبد الرحمن ويس وإزاكيل العم وإبراهيم هصار ومحمد عثمان وبالتالي نحتاج لكي يحدث انسجام ما بين هؤلاء اللعيبة لعدد من المباريات الودية المتميز مش مباراة واحدة ما ينفعش لازم يكون عندنا أكتر من مباراة وأنا بفتح كده صفحة الاتحاد السوري لكرة القدم ألاقي قدامي أن الاتحاد السوري سبت وبشكل رسمي مبارتين وديتين أنا أراهم أن هم مبارتين متميزتين المباراة الأولى مع منتخب قرغزستان ودي هتكون في دبي في الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 5-1-2024 والمباراة الثانية هتكون مع منتخب ماليزيا هتكون إن شاء الله يوم الـ 2-8-1-2024 في الدوحة في قطر المباراة الثانية مباراة ماليزيا هتكون قبل مباراة أسباكستان فقط بحوالي 3 أيام أو 4 أيام بالسفر يعني الحقيقة أن أنا من وجهة نظري المتوضع المبارتين موفقتين جدا جدا تحديدا وإني الاتحاد السوري والمنتخب السوري قاعد فترة طويلة يحسن موضوع اللعيبة ومين هينضم ومين مش هينضم وأقول لكم في آخر الفيديو أنا وجهة نظري إيه في موضوع انضمام اللعيبة لأنه بالنسبة لي إلى الآن أنا مستغرب وأعتقد أن أنتم كمان مستغربين آه ممكن النهاردة نسمع عن انضمام خليل إلياس ممكن بعد كام يوم نلاقي محمود دهود بيقول أنا همثل منتخب سوريا وانتظرونه في قطر في حاجة بتحصل في حاجة غريبة بتحصل حاجة حلوة يعني مش وحشان المباراتين متميزتين ولأن هم شبه مباريات منتخب سوريا في بطولة كأس أسي احنا عندنا أول مباراة مع أوس باكستان يوم 13-1 الساعة 2.5 مساء 7.5 مساء عزرا مباراة تانية هتكون مع منتخب أستراليا المباراة الأهم يوم 18-1 الساعة 1.5 مساء المباراة تالتة مباراة الهند يوم 23-1 الساعة 1.5 مساء المستويات بتاعة المنتخبات اللي هنلعب معها الحد كبير متقاربة منتخب سوريا طبعا وبشكل رسمي هو في المركز الـ 91 عالميا كان الـ 92 بقى الـ 91 والمنتخب القرغزستاني دلوقتي في المركز الـ 98 عالميا هو كان الـ 97 قال لدرجة بقيه الـ 98 وإلى حد كبير متقارب جدا جدا مع منتخب سوريا وشبه منتخب أوس باكستان وحط تحديديه ميت خط منتخب قرغزستان قريب المستوى وقريب الشكل وقريب الطباع وقريب في طريقة اللعب عن منتخب أوس باكستان اللي هو هنلعب معه أول مباراة المباراة التانية هتكون مع منتخب ماليزيا منتخب ماليزيا بالرغم من أنه هو متراجع قوي في الترتيب هو في الـ 130 على مستوى العالم بالمناسبة منتخب ماليزيا الشهر اللي فات كان الـ 137 عالميا بعد ما تعادل مع المنتخب السوري ولعب عدد كبير من المباراة فاز بـ 26 نقطة ودول جابوله 7 درجات على سلم الترتيب وبالتالي أصبح في المركز الـ 130 عالميا مباريات مش سهلة مباريات مش ضعيفة أنا عارف طبعاً أن الناس كتيرة كانت تتمنى أننا نلعب مباريات مع اليابان أو نلعب مباريات مع كوريا الجنوبية وده كان هيحصل على فكرة يعني كان من المتوقع أني إن شاء الله بإذن الله نلعب مباراة مع كوريا الجنوبية ولكن طبعاً الأمر صعب جداً لأن منتخب كوريا الجنوبية عايز يلعب المباراة في يوم معين ومحدد وبعيد عن قطر وبالتالي فكرة أن منتخب سوريا يلعب مباراة برا قطر وبعد كده يسافر على قطر ده هيكون فيه إجهات كبير للعيبة قبل الصفر لبطولة كأسة أسيا المباراة الثانية مباراة ماليزيا هنلعبها في قطر هنلعبها يوم تمانية في قطر وبالتالي هتكون فرصة رائعة لأن اللعيبة يعني ما تتعبشوا وأن اللعيبة تقدر كمان تنسجم أكتر وتريح أكتر بعد المبارتين الوديتي أنا وجهة نظري المتواضعة في موضوع انضمام المحترفين بهذا الشكل وبهذا الكم في هذا الوقت الضيق أن هيكتور كوبر ما كانش قادر يعمل ده من أول ما استلم لأن هيكتور كوبر لو عمل ده لو استدعى هذا الكم من اللعبين المحترفين من بداية استلامه للمنتخب السوري كان ده يثير مشكلات كتيرة بالنسبة لللعبين المحليين وبالنسبة للمدربين الوطنيين أي لعب محلي في الدور السوري هو بيلعب في نادي والنادي ده بيدربه مدرب سوري وطني وبالتالي هيحصل مشكلات وهيحصل نوع من الغيرة ساعات كتير بس تشعر أن بطولة كأس أسيا بقطر وعلى اعتبار أن هي آخر بطولة رسمية لهكتور كوبر مع منتخب سوريا إلا لو يعني جد في الأمور شيء أنه هو يلعب البطولة دي بأعلى مستوى ممكن ويرحل يعني هيستدعي تمن محترفين مثلا وهيلعب بالتمانية في أول مباراة وهيبقى عندنا لأول مرة اثنين أو ثلاثة فقط لعبين محليين مع المنتخب أو سوريين يعني اللي هما تعودنا على أسمائهم واللي على رسوهم إبراهيم علمة وعمر السومة وعمر خيربين فقط هيلعب البطولة ويرحل لأنه هو هيثير كثيرا من المشكلات عند الجماهير السورية وعند اللعبين المحليين وعند المدربين الوطنيين دي وجهة نظري في الأمر تعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول لأمامكم لن يتغير المنتخب السوري إلى إذا تم استبعاد عمر السومة عمر خيربين محمود المواس عمر ميداني وابراهيم علمة يعني أنت بتتكلم بس الإشكالية في عمد للمنتخب يعني عمر السومة أو عمر خيربين أو المواس أو عمر ميداني أو إبراهيم علمة دول العيبة قديلهم زمن بيلعب مع المنتخب ويا مشالوا المنتخب آه عمر السومة طبعا لوحده في طابق لشان بس ما اللغبطش الأمور وعمر خيربين برضو في طابق لوحده أما بالنسبة للمواس وعمر ميداني وإبراهيم علمة آه هم بيصيبوا وبيخطئوا لكن هم مشالوك كتير يعني لا قدر الله لا قدر الله أنت دلوقتي ممكن يبقى بس عندك أيها مقصه وبابلو صباه وخلاص يبقى أنت لازم يكون عندك محمود المواس طيب لا قدر الله ممكن ما نقدرش نجيب حارس مرمة تاني في المنتخب السوري ويمكن ناس كتيرا كانت بتتكلم الفترة اللي فاتت عن حارس بعينه لكن هو مش هينضم عمر إبراهيم علمة هو الحارس الأساسي إلى الآن وبشكل الرسمي وبالتالي يعني مش عايزك تبقى حد أو في التقييم تعامل مع اللعيبة كلهم على أنهم واحد والأكفأ يلعب هو ده اللي هيحصل يعني وتعليق آخر من الحساب الذي أمهوكم بيقول المفروض كل لعب مغترب يرجع ويلعب مع منتخب الأول يوجف مع بلده ويجدم فرحة لشعب السورية الجريحة إشكالية كبيرة جداً لو أنت وجهت دعوة لكل اللاعبين المحترفين في كل الدوريات في العالم كله هيجي لك على الأقل ألفين لاعب ألفين لاعب يعني يعملوا كم منتخب خدت بالك من الفكرة يعني ممكن مثلاً يعملوا مثلاً مثلاً يعملوا 30 منتخب 40 منتخب لوحدهم وبالتالي الانتقاء بيكون بالشكل اللي حصل اللي هو بابلو صباغ ده مفيش كلام عليه يعني مفيش كلام لو بابلو صباغ جهوا يلاعب مع المنتخب السوري وعمل أداء مش كويس إذن المشكلة عند هيكتور كوبر قولاً وحيداً من غير أي لف ولا دوران يعني ف I am also احنا مش هنجيبه نندربه ولا نعلمه احنا هنجيبه ينطلق نحطه انتراك وينطلق على طول تعليق آخر من الاسم الذي أموكم بيقول أنا لا أعتقد أن اللاعبين المغتربين بيفيدوا بطولة آسيا لجلة الانسجام وفكر المدرب الغير منطقي طبعاً أنا معرفش يعني إيه فكر مدرب غير منطقي معرفش لكن من حيث الانسجام يا غالي خلي بالك أن احنا هنلعب مباراتين وديتين وخلي بالك أن اللاعيبة دول محترفين يعني احنا جبنا قبل كده لعيبة مش هقدر أقول عن أسمائهم لكن فيه لعيبة جبناهم ما بيلعبوش كرة أصلا وانضموا للمنتخب السوري وتصاب من أول دي يلعب فيها وفيه منهم اللي جبناها وقعد على دكة البودلاء ولم يلعب أصلا زي مودي النجار مثلا لكن دلوقت احنا بنتكلم عن لعيبة جاهزة تتحط على التراك تنطلق بابلو صباخ كده كده بيلعب كرة كل يوم يعني مش قصة يعني فانضمامه للمنتخب هيكون أنا بقول لكم من أول مباراة هيسجل أهداف إن شاء الله بإذن الله وتذكروا كلامي جيدا المباراة أصباكستان تعليق آخر من الإسم الذي قاموكم بيقول بعد إذنك يا سيدي هل هكتور كوبر إذا جاب نتائج ممتازة سوف يكمل مع منتخب سوريا بتمنى تجاوبني على هالسؤال والله يشوف هكتور كوبر هيستمر ولا لا ده بناء على شكل النتائج مش نتائج وبس يعني نتائج جيدة إن إحنا عدينا الدور الأول إن إحنا عملنا أداء مشرف إن إحنا سجلنا أهداف رائعة إن إحنا عملنا شكل منتخب متميز باللعبين المحترفين الجدد إن الجماهير تبقى راضي عنده كله كده كوبر هيكمل ده معادلة مفهاش تهاول الجمهور ده حاجة مهمة جدا جدا فلو الجمهور طالب والمنتخب كويس وهكتور كوبر مبسوط من الوضع إيه اللي يخليه يفكر في الرحيل هو هيكمل عادي جدا جدا فيش أي أدنى مشكلة وتعليق آخر وأخير من الإسم الذي أمامكم بيقول خليل إلياس مع المنتخب الوطني السوري رسميا أمر حقيقي طبعا وخليل إلياس أوراقه كلها انتهت باستثناء بعض من الأوراق اللي لازم ننتظر وصولها من الفيفا طبعا بالمناسبة موافقة الفيفا بتاعة آيهم أوسو وبابلو صباغ وصلت للاتحاد السوري لكرة القدم وهم هيلعبوا خلاص بشكل رسمي خليل إلياس لسه الموافقة ما وصلتش عشان بس ما نقعش في مشكلة زي اللي حصلت أيام جورج مراد على آية حلقة أشكركم على حسن المتابعة كل التوفيق لمنتخب سوريا بإذن الله ولا تنسوا متابعة مباراة منتخب سوريا للنشئين النهاردة هيلعب إن شاء الله مباراة مع الإمارات الساعة سبعة مساء على ملعب صلالة ملعب السعادة ربنا يوفقهم للأمانة يعني هم لعيبة يعني ما أقدرش يعيني أن أنا أوجه لهم أي نقد أو حاجة لأن هم بيحاولوا بيحاولوا محترمنا طبعا للكابتن تامر حسن عمل اللي عليها والزيادة ولكن الإشكالية في النهاية هم أصلا ما بيلعبوش كورة أصلا لكن طبعا ربنا يوفقهم إن شاء الله بإذن الله مباراة اللي فاتت طبعا خسرنا من السعودية 2-0 بكل أسف دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته